شايفة انه فيه اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا فيه مثلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون بالعكس بصالحك رح شوي يعصف يعني على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون نعمل على فكرة اكتر شيء ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك ابواب تانية يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير شغل لشغل عم بيكون في عندك فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما ييجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شي وردها لك حاس بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل اه من الناحية العاطفية بشوفك اه هو احنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون اه فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في اه تقارب بناتكم ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفة انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة اه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من من البداية دائما يعني اه ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفتك متسائل كتير هاي الفترة حياة جديدة اه وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الافكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية شايفة هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني من بعد حيرة من بعد محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن حدا ولا عن شي تاني هذا الكرت مبين انه فيه كمان عاطفي مبين انه فيه اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترئين بس الاكتر مفترئين عم بشوفك يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بينك وبين الطرف التاني فطاقة حلوة بالعموم هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء يمكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية اه ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير من position ل position من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايف الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شي كان اه يعني حاطك اه في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن اه عم تتغير هاي الافكار وعم بيعاملك بالاه بعدل اكتر شايف فيه توازن بالعموم من كل النواحي اه ورق ايجابي بشكل عام فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح توصل لك من ناحية العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مسلا شو لبرج الحمل شو نخبي له هاي الفترة الحمل اللي يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة للاحسن ابتداء من هاي الفترة اللي عم نفتح عليها اذا خلينا نشوف القراءة اللي عاطفية اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه في كارما رح تتحققلك فيه اللي هو الكون رح رح يكون فيه اتصال اه بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون اه روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة اه يمكن عم تصير متدين اكتر يمكن اه عم تعمل هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما في عندك بالعلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب انت شو شو حاطت في بالك في ناس حطين في بالهم مثلا كارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل في ناس اه يعني بنفسهم ان الكارما انه مسلا يخلصوا من الطرف التالت في ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجعلك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت اه كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون في تطور عم بيكون في تحرك حياتك اه كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد اه ركود عم بيصير فيه تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية خلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة اه برج الدلو عم بتحاول اه طبعا حبيب القراءة العاطفية ممكن تكون عبسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول اه في النهاية انك تنسى هذا اه الشخص ولكن انا ما شايف في يعني اه ما شايف فيه ابدا ما شايف فيه اللي هو تشافي شايف في اه اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات اه بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير اه عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة اه بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توأم شو علي يمكن اه وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اه اللي هي نهاية سعيدة مبينة عندي لانه هون تحتها بالضبط اجا عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايف اتنين يعني شايف اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايف اتنين الطرف التالت عم بيطير بعدين شايفيتكم اتنين متل شخص واحد اتنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال اه رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الورا اه هون بشوف طاقة شوي صبر اول الفترة رح يكون في عندك اه صبر معين بحب باخد كل كرتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد اه عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر اه عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك اه مساعدة من الكون عم بيكون في عندك اه روحانياتك هي شايفي انه روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه اه ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في في الناحية ال الروحانية بما انه فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه ما بعرفها ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها اه بشوف انك اه رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد اه مع انه فتحنا على العاطفة بس طلعنا لا 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 كمان فلوس يعني اه كمان مال فعم بتكون اه لا يعني افضل اه ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها اه يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون اه في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقك كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل اه حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكارت اه اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس اه هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في اه نوع من اه عمل التوازن يمكن بينك وبين اه لا بينش الطرف الثاني وبين العلاقة الثلاثية اه ولكن هو طلع مقلوب في فشل في هذا الموضوع وفي تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفة الناس اللي تستنى رجوع بالعكس في هدول الكارتين عم بشوف كتير فيه رجوع عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم نارية. وطبعا برج الحوت. حبايدي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا نصيحة يعني نفس اللي بيان بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك يعني خلص اترك كل الامور على ربنا وانطلق وانت في المسار الصحيح بيان عليك في هذا الكارت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر يمكن من خلال عملك من خلال اكتر بالعمل. عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية. يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر من المدة اللي احنا فاتحين عليها. فرح تصير مشهور. اشتركوا في القناة